يعطيكم العافية طلاب الصف الثالث نكمل مع بعض شرحنا الدرس الثاني من وحدة جمع البيانات وتنظيمها درسنا لليوم طرق جمع البيانات كيف أنا بدي أجمع بيانات معينة إحدى الطرق في جمع البيانات تتمثل في توجيه سؤال إلى مجموعة من الأشخاص وتسجيل إجاباتهم إذن من الطرق لجمع البيانات توجيه السؤال إلى مجموعة من الأشخاص وتسجيل إجاباتهم تسمى الإجابات التي أحصل عليها من الأشخاص النتاج بماذا النتاج؟ مثال طرح معلم التربية الفنية على طلب الصف الثالث السؤال الآتي ما هو اللون المفضل لديك؟ فحصل عن الإجابات المرفقة إذن الإجابات حصل عليها نتيجة طرح للسؤال باللاحظ جدول الآتي إجابات طلبة الصف الثالث عن اللون المفضل لديهم ثم قام بتنظيم هذه الإجابات باستخدام جدول الإشارات كما يلي نظم البيانات التي حصل عليها باستخدام جدول الإشارات بالشكل المجاور هو جدول الإشارات أن اللون الأحمر والأصفر والأزرق باللاحظ الإشارات تمثل عدد الطلاب الذين قاموا بتفضيل اللون اللي اختاروا ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر؟ نروح بنعت الإشارات كنا منعرف تعلمنا سابقاً أربع شحطات وشحطة شحطة أفقية عبارة عن خمسة فبالتالي خمسة زائد خمسة عشرة واحد 11 نعم إذن عدد الطلاب الذين فضلوا اللون الأحمر 11 طالبا ما الفرق بين عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر والذين فضلوا اللون الأصفر؟ بين الطلاب اللي فضلوا اللون الأحمر واللون الأصفر عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر 11 عدناهم عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأصفر خمسة فبالتالي الفرق بين عدد الطلبة 11 ناقص 5 ويساوي 6 طلاب ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأزرق؟ انعد الإشارات خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان طلاب ما عدد طلبة الصف؟ عدد طلبة الصف يساوي مجموعة عدد الطلاب فنجمع 11 زائد خمسة زائد ثمانية ويساوي 24 طالبا إذن من إحدى الطرق لجمع البيانات باستخدام النتائج وعن طريق توجيه أسئلة لمجموعة ما طريقة أخرى لجمع البيانات استخدام طريقة التجربة وعن طريق إجراء تجربة وتسجيل نواتجها مثلا كثيرا ما تشاهد حكم مباراة كرة القدم يرمي قطعة النقط إلى أعلى ليحدد أي الفريقين يبدأ اللعب أي أن ما يقوم به حكم المباراة يسمى تجربة والوجه الذي تستقر عليه قطعة النقط يسمى ناتج التجربة قطعة النقط إما صورة أو كتابة فبالتالي أن نتائجها إما راح تطلع معي صورة أو كتابة هذا الناتج التجربة مثال قامت وداد بتجربة رمي قطعة النقط إلى أعلى عشر مرات فكانت نتائجها كما هي مبينة جانبا قم بتنظيم النتائج التالية من تجربة رمي قطعة النقط باستخدام جدول الإشارات باللاحظ رمت وداد قطعة النقط العشر مرات هي راح تطلع معنا إما صورة أو كتابة نتائج التجربة صورة كتابة نظمنا هاي النتائج باستخدام جدول الإشارات بناء على التجربة السابقة وجدول الإشارات أمامنا أجب عن الأسئلة الآتية ما عدد مرات رمي قطعة النقطية عشر مرات ما عدد مرات ظهور الصورة أربع مرات ما عدد مرات ظهور الكتابة ست مرات بكم يزيد عدد مرات ظهور الكتابة عن عدد مرات ظهور الصورة ستة ناقص أربعة ويساوي اثنين مرتين بتمنى منكم انكم افهمتوا درسنا لليوم بنحل صفحة 94-95 على كتابنا وشكرا لكم ويعطيكم العافية